السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه ثم أما بعد سبحان الله شهر رمضان شهر كريم شهر مبارك فضائله متعددة لا نستطيع أن نستقصيها في مثل هذه العجالة يكفي من ذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تباعد وخارك وتعالى في كل ليلة من ليالي رمضان يزين جنته ويقول يوشك عبادي الصالحون أن يضعوا عنهم المؤونة والأذى ويصير إليك في كل ليلة عندما نتكلم عن الجنة فنحن لا نتكلم عن مزرعة من مزارع الدنيا ولا نتكلم عن قطعة أرض وإنما نتكلم عن دار السلام عن دار فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة فيصبغ في الجنة صبغة واحدة صبغة واحدة ثم يخرج فيقال له هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك بؤس قط؟ فيقول لا والله يا ربي ما رأيت بؤسا قط ولا مر ببؤس قط كل عاقل لبيب يعلم أن هذه الكلمات وراءها دار عظيمة وجنة مباركة ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لموضع صوت أحدكم في الجنة موضع الصوت خير من الدنيا وما عليها شفت الدنيا هذه كلها وما فيها موضع الصوت حقك في الجنة خير من هذه الدنيا وما عليها لما المؤمن يسمع في رمضان أو غير رمضان قول الله جل وعلا ويطاف عليهم بصحاف من ذهب آنية من ذهب طيب إذا كانت الآنية من ذهب الطعام كيف؟ إذا كانت الآنية من ذهب الطعام ما هو؟ لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بناء الجنة قال النبي صلى الله عليه وسلم لبنة من ذهب ولبنة من فضة وملاطها اللي بين اللبنتين وملاطها المسك فلما يسمع المؤمن أن الله جل وعلا في كل ليلة من ليالي رمضان يزين جنتها يعلم أن هذه الليالي أغلى مما يتصور بكثير بكثير ويقول الله جل وعلا يوشك عبادي الصالحون أن يضعوا عنهم المؤونة والأذى ويصيروا إليك ترى ما تكلمنا عن كثير من فضاء الرمضان ما تكلمنا عن من صام رمضان ايش يصير له ولا من قام رمضان ايش يصير له ما تكلمنا عن الدعوات المستجابات في رمضان ما تكلمنا ملف ليلة القدر ما فتحنا ملف ليلة القدر كامل ما فتحنا ما تكلمنا عن خلوف فمن صائم عند الله أطيب عند الله من ريح المسك لم نتكلم عن كثير من فضاء الرمضان لكن يا إخوان خلونا نختم الكلام بما الذي يحققه أو يحاول المؤمن أن يحققه في شهر رمضان أول شيء يحقق أن يجمع الحسنات يجمع الحسنات ترى أنت بكرة بتحتاج الحسن الواحد الحسنات يوم القيامة هي التي يتعامل بها مع المخلوخين مع البشر الريال الذهب الفضة انتهت ما بقي إلا الحسنات ولذلك هذه الحسنة أنت بحاجة إليها نحن نقرأ فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه يفهم المؤمن من هذه الكلمات أن كل واحد ماسك حسناته وحريص على حسناته يبصرونهم الواحد يشوف ولد عمه وخوه قريبه يوم القيامة ولا يسأل حميم حميمة يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه كل واحد ماسك حسناته كل واحد حريص على حسناته وكل عاقل يقرأ قول الله جل وعلا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى يعلم أن مثقال الذرة سيكون له شأن في يوم القيامة فيحرص عليه الثاني الهدف الثاني احرص على أعلى درجات الجنة كثير من المسلمين اليوم يحرص فقط على النجاة من النار ويقول يعني عساي أو أدخل الجنة يعني ليش ليش ما تبحث عن الدرجات العالية في الجنة النبي صلى الله عليه وسلم ايش قال اذا سألتم الله فاسألوه الجنة لا قال فاسألوه الفردوس فإنها وسط الجنة ليش حنا في الدنيا نبغى أحسن الوظائف وأحسن المرتبات وأحسن السيارات وأحسن البيوت وأحسن وأحسن طيب الدنيا ترى بتروح الدنيا بتروح عنك ولا أنت بتروح عنها لكن الجنة هي التي تبقى ولذلك قال الله جل وعلا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض ولا الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلة فلما يأتي رمضان انظر إلى الدرجات العليا حاول أن تصل إلى أعلى الدرجات خليك مع المقربين القريبين ولذلك قال ابن رجب رحمه الله كلمة عظيمة ويتكلم عن أصناف أهل الجنة قال فينظر أهل الجنة إلى المقربين في الغرف كالكوكب الدري لاحظ فلولا أن الله ربط على قلوبهم لما يرون من النعيم الذي للمقربين لتفطرت قلوبهم مما يرون من النعيم ولذلك المؤمن يا إخوان لا يضيع الوقت ويحاول أن يضيع دنياه بطريقة تضيع كثير من الدرجات العظيمة في الجنة لا ابحث عن أعلى الدرجات في الجنة وهذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنها وسط الجنة الثالث الهدف الثالث حتى لا نطيل ابحث عن فكاك رقبتك وعطق رقبتك ووالديك وذريتك وزوجك وأهلك من النار ألسنا نقرأ في الحديث ونسمع وفي رمضان ولله عتقاء من النار وذلك في رمضان لا في العشر الأواخر لا وذلك في كل ليلة يعني من ليالي رمضان كل ليلة يعتق الله عدد من النار كل ليلة الناس الآن لو صار فيه مسافقة وفاز واحد مثلا بعشرة ألاف ريال أو خمسين ألف أو بأمور الدنيا هذه الناس قالوا فلان فاز فلان فاز كل ليلة الله يعتق عدد من النار ولذلك لما يذكر شهر رمضان يذكر ماها الثلاث كلمات شهر الرحمة والمغفرة والعطق من النار ترى حديث أوله رحمة ووسطه مغفرة وآخر عطق من النار رعيف ليس صحيح لأن رمضان كله رحمة ومغفرة وعطق من النار الأمر الرابع والأخير أن لا ينتهي رمضان إلا وقد تغير الإيمان وازداد وصار فيه قوة في محبة الله وزيادة في الإيمان وتغير في الإيمان إلف للطاعة وبعد عن المعصية هذا من أعظم الأمور التي ينبغي على المؤمن أن يحققها في شهر رمضان ليش؟ لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا كُتِب عليكم الصيام كما كُتِب على الذين من قبلكم ليش؟ لعلكم تتقون حتى تحصل التقوى شوف البحث عن الجنة شيء والبحث عن أدق من النار شيء والبحث عن أعلى الدرجات في الجنة شيء البحث عن تجديد الإيمان وزيادة الإيمان شيء آخر ولذلك جاء في الأثر إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب الخرب فسألوا الله جل وعلا أن يجدد لكم الإيمان فهذه الحكمة من الصيام ظاهرة وواضحة في أول آية من آيات الصيام لم يفرض الصيام لا علينا تعنُّتا جوعا وعطشا لا وإنما لغاية عظيمة هي تحقيق التقوى يا أيها الذين آمنوا كُتِب عليكم الصيام كما كُتِب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من الفائزين ومن عُتقائه من النار وأن يرزقنا أعلى درجات الجنة مع العفو والعافية وأن يجعلنا من المقربين عنده والله أعلم وصلى الله وسلم وعلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر